أعلنت وزارة التضامن الاجتماعية أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأمة المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفى من محافظة شرقية وفازت السيدة سميرة أحمد حسان هاشم بالمرتز الثاني من محافظة سهاج وجاءت السيدة قبال فائز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنة وأعلنت الوزارة الأمة المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2022 وهي السيدة صالحة مرعي حسين علي من محافظة القاهرة نستهدف جميع برامجنا أن نقوم على الاختيار بناء على معايير محددة وعشان نقدر نوصل المزايا لمن يستحقونها فعليا وبالتالي بيبقى كي شفافية في أي مصابقة بتتم أو أي مزايا بتتم عرضها من الوزارة المسابقة بيعلن عنها بشكل صريح في المنصات الإعلامية والإلكترونية زواء إنه كان على الإعلام الاجتماعي أو الجرائد أيضا بيتم النشر من قبل جملائنا في جميع المدريات حاول لمسابقة الأم المثالية وبيبقى ليها معايير محددة إحنا بنسعد اليوم وإحنا بنقول لكل أم مصرية كل عام وحضرتك بخير وبصحة وسلامة نحتفل بالمؤتمر لأقامته مع علي الوزيرة دكتورة نفين قباج وزيرة التضامة الاجتماعي عشان تعلن نتيجة مسبقة الأمهات المثاليات عن هذا العام مارس 22 هذا العام إحنا بنقرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات السبعة وعشرين ثم يتم اختيار الأم الأولى والثانية والثالثة على مستوى الجمهورية ده تم من خلال العديد من الخطوات منها اللجان المحلية على مستوى المحافظات ثم اللجنة المركزية اللي قامت بفحص كافة قصص الكفاح وتجارب الأمهات ثم مرحلة التحقق اشتركوا في القناة